اشتركوا في القناة 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 ومع بعضهم الماركة هي خاصة بصانعي المثلجات هي عبارة على كريمة مثلجة جافة يعني تكون اسم الماركة متاع الجلاس مقارنة بالكمية يتحل في 10 لتر من الحليب 900 جرام 10 لتر من الحليب استخيلوا كمية باش تطلع مرباكو هذك ما يعني ما شاء الله بالحق ما شاء الله ما شاء الله اليوم باش ناخد مقدار 180 جرام مقدار يعني قسمت على 4 يظهر لي ولا على 5 يعني ما نوش ناخد مو فرد مر هاوش نوزن معاكم وكل شاية لعينكم دونك باش ناخد مقدار متاع اكل المثلجات 180 جرام 200 جرام كما تحبو حاصلو لانا يا خذيت المقدار هذك واقسمتو على المقدار ما نااا يقدش باش نعمل في 2 لتر الحليب اقسمتها تخذت 180 جرام 180 جرام دونك باش ناخد المقدار هذك باش نحلو 180 جرام باش نحلها في 2 لتر متاع حليب زوزة لتر حليب الحليب اللي باش تحلو فيه حليب نصف دا سم حليب كامل دا سم حرية الاختيار الامر يرجع لكم الحليب العادي نأخذ الميكسور خاطر كما أخبركم من غير تربينة من غير المقالة الخاصة بالمثلجة خاطر هي تكستور تكون لكيد برشا وجيريا نزيد لها مكون إضافي تشوفو في وص الفيديو لكي تولي الجلاس المتاعي صالح للمشاريع البسيطة المنزلية تتحط في الكونجيلاتور العادي نضع 2 لتر حليب عليهم 180 جرام أكل بودرة على الجلاس الجافة ونضع عليهم المكون الذي يجعل الجلاس المتاعنا مزيد ويحافظ على القوام بتاعه الذي هو الديكستروز الديكستروز هذا هو كانت تحبو تعرفوا شنو العوامل متاعه في الجلاس وكل شيء تلقاوا الرابط متاع حانوت والبوتيك الصغيرة متاع مادام سونيا فتأفيت بصراحة هي بوتيك الصغيرة لكني ما شاء الله ما غارت علي بابا فيها كل شيء تلقاوا الرابط متاعها تحت في صندوق الوصف أعمال لي طلق وتفهموا من خلال الفيديو ذاكا شنو معناها الخاصية متاع الديكستروز بالمثلجات محلة خاص بالمثلجات مئة وثمانين جرام بات بودر متاع غلاس عليهم متين جرام دكستروز عليهم 2 لتر راهوا مقدار الدكستروز 10% حاصلوا كيما قالت مادام سونيا أرجعوا الفيديو هي أتفسركم بأمور أوضح وبرو أكثر كيفما تشوفوا 200 جرام دكستروز 180 جرام بودر لغلاس جافة و 2 لتر حليب نحطوهم في المكسور كيفما تشوفوا ونحركو نحركو نحركو اللي نحسو المكونات كل التمزج مع بعضها كيفما تشوفوا المكون اللي زيتو اللي هو المكون يعتبر سري اللي هو الكريم شانتيه وصفة معادلة هنا 2 لتر كريم شانتيه بش نحط عليهم 600 جرام بودر كريم شانتيه بالنسبة لي باش نحط 600 جرام بالنسبة لي باش نحط المرة الولى 250 جرام ونبعد ثاني باش نزيد 200 جرام معنية الكل في الكل حطيت 450 جرام بودر كريم شانتيه يعني ديما نعمل هرسات هذي منزلية ونقعده بشهر واحنا ناكله في الجلاس ومشاء الله ومدة صلوحية متاعه يعني فوق 6 شهور وستخيل انتي معنية ما شاء الله ما شاء الله بالحق نعود نقول لكم المقادير كل لآخر مرة حطيت 200 جرام ديكستروس زوز ريترو حليب 180 جرام بودر لجلاس جافة حطيت 450 جرام متاع بودر لشانتيه يعني بودر كريمة شانتيه اكل جافة ذيكا ونركضوا المكونات الكل مع بعضها المكونات هذي الكل حضرت لي قرابة ثمانية لتر من المثلجات ثمانية لتر استخيلوا كيفاش عرفتم ثمانية لتر ونصف سبعة لتر كيف فرغتهم اعمال نعود نركض اعمال باقي المزيج بتاع قاعد يوالي في اكثر في اكثر نقعد نركض 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 لنلاحظ ان القوام ولا موس ومرتفع جدا يعني ولا كيفاش نقولوا احنا بالحق قوام كيف ما تشوفوا فيه خفيف على الاخر وموس ومرتفع كيف الكريمة شانتيه يعني اجر شوي من كريمة شانتيه هكما تشوفوا على عينكم القوام كيفاش كنوصل التكستور هذيكه سيئين حبس وناخذ البولم تاعي ونقلب المقادير هذيكه ونقسمها بشوي بشوي وكل بارتي يعني كل جزء مكل الكريمة هذيكه بش نزيدها الباتاروم باتاروماتيزانت موجودة في جميع محلات بيع مستلزمات الحلويات بالنكهة اللي متوما تحبوا عليها ان شاء الله حتى كما قلت لكم زجوجو سنيكرز زفير روشي مومنتو اللي تحبوا متوما رفاييلو اللي تحبوا شوكولات بلون شوكولات عادية لكم حرية الاختيار تو ان شاء الله مرة الجاية كل مرة نعطيكم حويجة 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 حصيروا كل شي بالصبر كل شي وحويجة حويجة كل مرة نعطيكم أستوس وسر من أصرار المهنة كل شي هذي الجلاس خليت بارتي صغيرة خليتها في المكسور وحطيت عليها الباتاروم متاع الموكا وقعت نركض تزيد وتركضوا شوية لانت تحصلوا على قوام يكون زادة معنيها باهي يزيد تحصلوا موالا بيان فيرما أكثر فهمت توسعوا بيلكم معالي على خاطر راكم كما حطيتوش البودر لشانتيه راهو بش يقعد لكم القوام متاع الجلاس متاعكم جاري وكتحطوه في الجلاس رابش وليكم عبارة كريمو فهمت الكريم شانتيول بش يخليها كريمو ومبعد بين كل مرحلة ومرحلة يعني بين كل بريباراسيون واحدة واحدة نخسل البول متاعي باش ما تتخلطش انك هاتي بعضها خطر نجم يضيع القو اللولانية أصلا ونزيد الكمية الثانية طبو باش نضيف لها الفريز الفراولة ومتو ما بتبيعة كيف ما قدو لكم لكم حرية الاختيار أي نوع باتاروم نجمو تحطوها ولا أي قو يعني مفضلة عندكم الصغيرات وكل يحبوا قوش وينجوم الناس عملت هالو المرة الجاية ان شاء الله تنعود هالو مرة أخرى حصلوا بالحق ما نحكي لكمش على البنة والله العظيم لا تفرق حتى شي على الجهز نفس المطعم ونفس المذاق ملاحظة فمشكون يعملها اقتصادية أكثر ويعملها بالماء مش بالحليب بالنسبة للرسات هذي راهي بالحليب خطر البول دي جا تتباع غالية أما الناس اللي تحبتها يعني تصور فيها أكثر فلوس يعملوها بالماء محكاية فارغة يخيف قديش هو يترى الحليب ماشي غالية كمي كيف ما تشوفوا نكمل جميع اللي زروم اللي عندي ولا جميع الخلطة اللي عندي حسيلو تحصلت على ما شاء الله بالحق ثلاثة أربعة كاتر جوي ذهور لي كيكا كيما قلت لكم المسبة اللي اللي عملتهم وكيكا خطر الكميات متاعي الحكوك اللي كانوا عندي هكيكا كل حكا عبيتها وحدها دوك بالحق بالحق ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله الحكوك الفيديوه ويكون مفيد بناسبة لكم وتجاربوه هكا اللي تراوه فيه ملتالي اذاكراوا كولوران وروج خطر الفرز حاسيت اللونه خفيف يا أخي والي تزدته معناها شوية كولوران واروج بودر يا أخي ترش شوية مش بالعاني على الحكة من لوته ذكى كولوران وروج بودر راهوا وانشاء الله يربي الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم وربي يفتح عليكم انشاء الله من واسعوه وربي يجب لكم القسم ويعطيكم انشاء الله ما تتمنيو وتوا ما بقالي يكام شنقلكم الى اللقاء انشاء الله في فيديو اخر ووصفة اخرى وانشاء الله يربي يعجبكم الفيديو هذا وما تنسواش باش تخليوا الاجلاس متاعكم اموة ليلة ولا ليلة في الكنجلاتور باش شدروحوا بالكديه وإلى اللقاء إن شاء الله تفنوا في الحاجة وعملوها بكل حب وتوجيكم بيحاول اللي حويجة مزيينة ودلولة وتعمل 66 ألف كيف دوما بقالي كم شكولكم إن شاء الله بسلامة إن شاء الله في اللقاء في فيديو آخر بسلامة اشتركوا في القناة